يعد مصنع السجاد اليدوي مشروع المرأة المعيلة بمدينة رشيد في محافظة البحيرة من أهم المبادرات للمساهمة في تخفيف العبء عن السيدات المعيلات وتعليمهن حرفة ذات مردود اقتصادي بدأ المشروع في العام 2014 بتوجيهات رئاسية للاهتمام بالمرأة وتوفير فرصة عمل لها لتحقيق حياة كريمة بأنامل مصرية ومنتجات وطنية تأتي رشيد ضمن القائمة العالمية لصناعة السجاد اليدوي أحد أهم المشاريع الحرفية لمساعدة المرأة المعيلة وتدريبها وزيادة دخلها لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها المشروع يأتي ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالمرأة وتوفير فرصة عمل لها وللمساهمة في تخفيف العبء عن السيدات المعيلات وتعليمهن حرفة ذات مردود اقتصادي وعلى مدار عقود اشتهرت مدينة رشيد عربيا وعالميا بصناعة السجاد اليدوي كانت البداية بإعادة مجد رشيد في تلك الصناعة في العام 2015 بتدريب 120 سيدة قادرة على صناعة أفخر أنواع السجاد العالمية وتميزت منتجات رشيد من السجاد اليدوي بأعلى مستوى من التصميمات العالمية التي تلبي أذواق الجميع في الداخل والخارج لمنافسة مثيله من السجاد اليدوي الإيراني والتركي الذي يرتكز في الأساس على جودة المواد الخام وصبغات الألوان ومن رشيد إلى باقي محافظات الجمهورية تسعى الدولة لتوطين وتطوير السجاد اليدوي للحفاظ على هذه الصناعة المهمة نظرا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم التنفسية وتنمية الاقتصاد المحلي كما تعمل على دعم وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصادية وذلك بمختلف محافظات الجمهورية